موسيقى الاعتداء الذي تعرضت له أمس فرقاطة سعودية غرب ميناء الحديد اليمني ليس أكثر من حلقة جديدة في مسلسل المعارك التي يفرضها الحوثيون على المنافذ البحرية ذلك أن هذه المنافذ تشكل المتنفس الأهم لتهريب الأسلحة وتغذية الحرب لوجستيا في ملفنا الخاص الليلة سنتناول معارك البحر في اليمن وما لها من تداعيات على المواجهات البرية وسنستعرض الاستراتيجية التي تعتمدها طهران وموكلاؤها في إذكاء فتيل الصراع عبر المناورة والتهريب والقرصنة البحرية خلال قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة تمتد يد الإرهاب الحوثية وتهاجم الفرقاطة السعودية وفي تفاصيل الهجوم قامت ثلاثة زوارق حوثية باستهداف الفرقاطة وخلال تعامل طاقم السفينة السعودية مع الهجوم استضم أحد زوارق الحوثيين بمؤخرة السفينة ما أدى لانفجاره ونشوب حريق تم إخماده لاحقا التحالف العربي من جهته عاد لدق ناقوس الخطر المتمثل باستمرار الحوثيين في السيطرة على بعض المنافذ البحرية على السواحل اليمنية ومنها ميناء الحديدة فقد بات الميناء قاعدة لانطلاق عمليات الحوثيين الإرهابية وتهديدا للملاحة الدولية ونقطة تهريب للأسلحة الإيرانية كما يمنع الحوثيون دخول المساعدات الطبية والغذائية إلى اليمنيين من خلاله القوات الجوية وسفن قوات التحالف العربي قالت إنها مستمرة بمتابعة قوارب المهاجمين الحوثيين الهاربة كما يستمر التحالف العربي بعملياته العسكرية ضمن المرحلة الجديدة من عملية الرمح الذهبي لتأمين المنافذ البحرية من ضمنها استعادة ميناء الحديدة هجوم المتمردين الحوثيين الأخير على الفرقات السعودية هو الثالث من نوعه خلال الستة شهور الماضية الذي تستهدف فيه الميليشيات الحوثية سفناً قبالة السواحل اليمنية فقد شن الحوثيون هجوماً بالصواريخ على مدمرة أمريكية في المياه الدولية كما استهدفوا سفينة مساعدات إماراتية قبالة سواحل عدن كما يأتي هجوم الحوثيين الأخير بعد أقل من 48 ساعة لاستهدافهم بالصواريخ مبنى جنوبي السعودية يستخدمه موظفو الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في اليمن ينضم إلينا الآن من الرياض الوكيل المساعد لوزارة الإعلام اليمنية فياض النعمان أستاذ فياض مساء الخير مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن هذه الحادثة التي هاجمت فيها قوات الطرف الإنقلابي الفرقاط السعودية كيف نصف هذه الحادثة ونضعها في سياق العمليات التي تجري الآن على الشريط الساحلي لاستعادة الموانئ اليمنية طبعاً هذه العملية التي قامت بها ميليشيات الحوثي بالتعاون مباشر من قبل حكومة طهران وذلك من خلال التخطيط الانتحاري للقوارب التي استهدفت القرطاجة السعودية في سواحل يمنية القريبة من ميناء الحديدة وهو مؤشر بأن الحوثيون وطهران يعملان على شكل خط متوازي وخط متوافق من أجل إقلاق المياه الإقليمية من أجل القول للمجتمع الدولي بأننا لا نزال متواقدون في المياه الإقليمية وأننا قادرون على إقلاق السكينة العامة لتلك القوافل الاقتصادية التي تمر في المياه الإقليمية القريبة من اليمن هذا يعد مؤشر خطير جدا ويجب على الأمم المتحدة تفعيل القرار 22-16 والذي يعمل على مراقبة المياه الإقليمية وعدم حدوث أي انتهاك أو أي اعتدالي الملاحة الدولية وفق البند السابع لميجلس الأمن أما أن تظل الأمم المتحدة بحكم المتفرق وعدم اتخاذ قرارات رادعة على تلك الجماعة الإقلابية التي انقلبت على مؤسسات الدولة والتي الآن تستخدم الموانئ والشواطئ من أجل تحقيق مشروعها الخاص مشروعها الذي يرفضه اليمنيون يجب على الأمم المتحدة أن تكون أكثر حزم وأكثر ضغط على تلك الجماعة كما نلاحظ بأن تلك الجماعة لا تأخذ أي اعتبار لأي اتفاقات أو أي عهود تقطع منها وكما لاحظنا بأن ليلة أمس استهدفت مقر الأمم المتحدة في ظهران القنوب والذي يعد نقطة للقنة التهديو وتواصل التي تشرف عليها الأمم المتحدة وفق اتفاقات ظهران القنوب التي أبرمت في إبريل على العام الماضي وهو مؤشر ومؤشر يؤكد بأن الإقلابين غير لا يمتدكون أي نية صادقة من أجل إحلال السلام وفق الملف السياسي وبالتالي فيجب على التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية أن تحسم قرارها بشكل واضح من أجل إيقاف ذلك العبث الغير مسؤول من قبل الميليشيات التي تستهدف المواطنين وتستهدف أيضا الملاحة الدولية في السواحل اليمنية أستاذ فياض لو نظرنا إلى السياق العام للعمليات العسكرية التي تجري على الشريط الساحل الآن كيف تؤثر مثل هذا الهجوم؟ كيف يؤثر على التطورات العسكرية التي تجري الآن بعد استعادة مدرية الذباب والمخى والآن الحديث عن الحديدة وربما مواني أخرى هل برأيك مثل هذه العمليات تقدم أو تؤخر فيما يتعلق بعمليات الرمح الذهبي والعمليات العسكرية بشكل عام؟ طبعا عمليات الرمح الذهبي وخارطتها العسكرية ماشية وفي إطار خططها من أجل تحرير كل السواحل وكل العسكرية التي لا تزال تقع وتقبع تحت وطأة الإنقلابيين هي لن تؤثر كون هذه الحوادث التي تقوم بها الإنقلابيين من أجل زعزعة الأمن الملاحة كما أسلفنا سابقا هو مؤشر وهدف رئيسي للتحالف من أجل القضاء على كل الخروقات وكل الانتهاكات وكل العمليات الإرهابية التي تقوم بها تلك الجماعة الإنقلابية وبالتالي فعمليات الرمح الذهبي والمرحلة القادمة هي ستتجه إلى تحرير ميناء الحديدة ومن ثم تحرير ميناء الصليف والذي لا يزال أن يقعنا تحت هيمنة الإنقلابيين أما بقية الموانئ التي تمتلكها اليمن وهي ثمانية موانئ فستة من الموانئ الآن أصبحت مؤمنة وأصبحت تديرها الشرعية اليمنية باستثناء ميناء الحديدة وميناء الصليف والذين أصبحوا الآن كمسرح عمليات عسكرية من أجل تحريرها من الإنقلابين وبالتالي فعملية الرمح الذهبي ستحقق إن شاء الله هدافها الكاملة من أجل استعادة الساحل الغربي بشكل كامل وصولا إلى ميدي ووصولا إلى الحدود القنوبية مع المملكة العربية السهودية ومن ثم التوغل في القانب البري حيث المناطق منطقة اتهامة وإقليم اتهامة كما هو وفق اليمن الاتحاد القديد سيكون أيضا مسر عمليات قادمة من أجل إسقاط المشروع الإنقلابي بشكل كبير وهو ما سيعمل على قطع كل النقاط التي تستخدمها الإنقلابين من أجل تهريب السلاح وتزويدهم دعني أسألك عن هذه النقطة وصولا الخيار العمليات التي تجري على الشريط الساحلي استعادة هذه الموانئ التي إشارت إليها الحديدة ومن ثم الصليف والاتجاه نحو ميدي إلى أي مدى برأيك ستحسم العمليات العسكرية بشكل عام البعض يقول السيطرة واستعادة هذه الموانئ يعني قد يحسم عمليا وعسكريا ربما معظم العمليات العسكرية التي تجري على الأراضي اليمنية اليوم إلى أي مدى هذا الكلام دقيق برأيك طبعا هذه في حالة السيطرة على الساحل الغربي سيكون التحالف العربي والجيش الوطني والمقامة الشعبية استطاعت أن تقطع كل الإمدادات العسكرية التي تقوم بها إيران من أجل تزويد الإنقلاب وإبقائهم على إيجاد تواقد لهم في جبهات القتال وبالتالي في حالة تحرير الساحل الغربي بشكل كامل والتوجه إلى المناطق البرية سيعمل على إسقاط المشروع الإنقلابي بشكل واضح وسيبقون فقط متواجدين في محيط العاصمة الصنعاء وتواجدهم أيضا في صعدة بينما بقية المحافظات ستسقط كبير كونهم لا يتواجدون بذلك الشكل الكبير الذي يحاول الإنقلابين تهويله وأنهم لا يزالون يسيطرون على كثير من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم في البيضاء وفي تعز وفي بيحان وفي مارب وفي عمران وفي صعدة هناك جبهات حقيقية فتحت من أجل إسقاط ذلك المشروع والقضاء على الإنقلاب وبالتالي في حال قطع التهريب وقطع نقاط التهريب للأسلحة والذخيرة التي تهرب عبر البحر من قبل طهران ستعمل على قطع إندادهم بشكل كبير وسيعمل على قطع الطريق أمامهم ومن ثم إما الإنصياع لصوت الشعب اليمني وصوت الدولة الاتحادية والخضوع لمشروع اليمن الاتحادي وتقسيمه وفق مخرقات الحوار الوطني إلى ستة أقاليم أو أنهم سيحكمون على مشروعهم بالاستئصال نهائيا من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شكرا لك سيد فياض النعمان الوكيل وزارة الأعلام اليمنية كان معنا مباشرة من الرياض شكرا لك شكرا لك شكرا لكم